مصر العربية الشقيقة الفنان راشد بن خليفة الخليفة ضيف شرف الدورة حيث أشادت وزيرة الثقافة المصرية بالمستوى الفني والراقي للأعمال الفنية المشاركة منوهة بدور معاليه وإسهامته البارزة في مجال الفن التشكيلي حيث أثر عبر مسيرته الطويلة الحراك الفني في مملكة البحرين تستعد أركستر البحرين الفيلهارمونية لإحياء حفل موسيقي استثنائي بعنوان موسيقى متحركة بقيادة الماسترو الدكتور مبارك نجم في مسرح البحرين الوطني يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر يونيو وسيكون الجمهور على موعد مع حفل شيق يحيي أشهر ألحان الرسوم المتحركة التي ستنقل الجمهور إلى عالم حالم من ذاكرة أيام الطفولة وكانت هيئة البحرين للثقافة والأثار قد أعلنت عن طرح تذاكر الحفل حيث يمكن الحصول عليها عبر محلات فيرجين ميغا ستور في مجمع سيتي سنتر البحرين ومجمع مراسي غاليريا ديار المحرق أو عبر موقع المتجر الإلكتروني وإلى المملكة العربية السعودية حيث تشكل المستندات التاريخية والثقافية التي تحتفظ بها مكتبة الملك عبد العزيز العامة عن الحج والحرمين الشريفين إحدى أندر المواد المعرفية في العالم التي تشتمل على أكثر من ستة آلاف مادة تتشكل من المغتنيات النادرة من المخطوطات والكتب والمسكوكات والمنمنمات والصور تندرج ضمن موجودة قاعدة بيانات في المكتبة والتي تبين الاهتمام الكبير من جانب المكتبة بثقافة الحج ومثلت هذه الإصدارات جانبا مشرقا من جوانب عمل المكتبة في تنوير إحدى أعظم شعائر الدين الإسلامي وهي الحج الركن الخامس في الإسلام الذي يلتقي فيه الحجيج في بيت الله الحرام والكعبة المشرفة من جميع أنحاء العالم يستقبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي طلبات المشاركة في تحدي صناعة الأفلام في 48 ساعة الذي يستهدف المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم الإخراج من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك حتى الثلاثين من شهر يونيو الجاري وتهدف المبادرة أو مبادرة تحدي صناعة الأفلام في 48 ساعة إلى تعزيز الفضول والإبداع والابتكار بين الشباب وتطوير مهاراتهم الإخراجية إذ تتيح للمشاركين صناعة أفلام قصيرة مثيرة في سباق خيالي مع الزمن وستشارك الفرق المختارة في سلسلة من الورش والدورات المكثفة حول صناعة الفيلم القصير وطريقة إنتاجه وفي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أطلق متحف زايد الوطني الدورة الثانية من برنامج منح صندوق تمويل أبحاث متحف زايد الوطني بهدف دعم الأبحاث الجديدة على عدد من جوانب ثقافة دولة الإمارات وتراثها وتاريخها وأثارها ويشمل ذلك دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه وتأثيره في مجتمعه وثقافة دولته وعناصر تراث الإمارات غير المادي مثل التقاليد والحكايات والأغاني ودعا الصندوق الباحثين في العالم إلى تقديم طلبات المشاركة حتى الثامن من شهر يوليو 2024 هذا العام وسيعلن عن الأبحاث الفائزة بالمنح خلال شهر نوفمبر هذا العام تشكل المكتبة الملكية البرتغالية في البرازيل صرحا تاريخيا يزخر بالمعرفة والكتب النادرة والمخطوطات الثمينة وتعد وجهة ثقافية مميزة لعشاق الكتب والباحثين والمؤرخين كما تتيح لهم فرصة استثنائية للغوص في رحلة عبر الزمن بين صفحات التاريخ التفاصيل مع مراسل تلفزيون البحرين في البرازيل سمان فخري في قلب البلد القديم بمدينة ريودي جانيرو تقع المكتبة الملكية البرتغالية في هذا المبنى العائد إلى القرن الثامن عشر بني من الحجر الجيري وعلى التراز القوطي يتربع على أسواره تماثيل أربعة مستكشفين برتغال يعود الفضل إليهم في بناء المكتبة المكتبة الملكية البرتغالية بنيت من قبل عدد من المهاجرين البرتغال عام 1837 لمساعدة المهاجرين على تحسين ثقافاتهم مع تطور المكتبة بنوا هذا المبنى الراء على طرازي نيو مانيولين وهو مثل دير جيرو نيموس في برج بيليم في لشبونا الداخل إليها إخالها أكثر من مجرد مكتبة للكتب بل متحف يحوي بين جنباته تأريخ وحضارة وثقافة البرتغاليين حينما مروا من هنا في هندسة فريدة في التصميم يحتل الخشب المنقوش عنوان هذه التحفة البرتغالية المصنفة ضمن المواقع التراثية في البرازيل ورابع أجمل مكتبة في العالم المكتبة مختصة بكتب من البرتغال والثقافة البرتغالية مهمتها هي أن تنشر الثقافة البرتغالية في البرازيل تحتوي على أكثر من 35 ألف كتاب ومجلد ومخطوطة تفتح المكتبة أبوابها أمام الزوار والسياح الأجانب ممن يقصدون المدينة وتحتفي بهذا الموروث الثقافي المهم الذي بناه البرتغال ووضع حجر الأساس فيه إمبراطور البرازيل أنا دعك هذه المكتبة مركز للثقافة البرتغالية في البرازيل وفيها كنوز قيمة من المخطوطات والمجلدات النادرة مثل مخطوطة الرواية الرومانسية الحب المفقود لكاميلو برانكو وغيرها نحن في البرازيل نعتز بهذه المكتبة لقيمتها الثقافية وتاريخها وجمالها ونحن سعداء بوجودها في مدينتنا من مجرد مكتبة بنيت على يد مهاجرين برتغال قبل قرون من الزمن إلى أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في البرازيل بل وأكبر مكتبة برتغالية خارج البرتغال وفي بلاد السامبا أكبر دولة يتحدث سكانها البرتغالية